اشتركوا في القناة في درس آخر من دروس نتيجة مبرهنة ديموظر بعد ما درسنا بالدرس السابق وتعلمنا مبرهنة ديموظر وأخذنا الأمثلة عليها الآن نأخذ نتيجة مبرهنة ديموظر طبعا نتيجة مبرهنة ديموظر مثل ما واضح أمامك العدد بالصيغة القطبية مرفوع إلى قوة كسر يعني بمعنى جذر نوني هذا الشون راح يكون بتطبيق مبرهنة ديموظر راح يكون يساوي R أس واحد على N بمعنى جذر نوني للأر أما الواحد على N يتوزع أيضا على السعة كوساين واحد على N زائد I ساين واحد على N لاحظة هنا نسعة الثيتا راح تكون بالشكل ثيتا زائد 2K باي وهنا أيضا ثيتا زائد 2K باي وبالتأكيد راح تقولي أنا أعرف الثيتا وأعرف التو وأعرف الباي لكن ما أعرف الكي راح أقولك الكي يبدي من الصفر صعودا صفر واحد اثنين ثلاثة إلى أن نوصل ال N ناقص واحد هذا هو ال N المعطاب السؤال راح يناني ينطيني عدد جذور لاحظ السؤال التالي أوجد الصيغة القطبية للعدد جذر ثلاثة زائد I تربيع ثم جد الجذور الخمسة له ممكن يضيفنا بالسؤال باستخدام مبرهنة ديموظر وإن لم يضيف مبرهنة ديموظر فعدنا الجذور لازم الخمسة تنوجد باستخدام ديموظر دي أعداد المركبة إذن نبدأ لحل السؤال جذر ثلاثة زائد I تربيع يفتح هذا القوس بقانون مربع حدانية راح يكون ثلاثة زائد 2 جذر ثلاثة I زائد I تربيع اللي هي سالب واحد إذن راح يكون عدنا 2 زائد 2 جذر ثلاثة I نضع العدد للصيغة القطبية إذن مننا الصيغة الديكارتية إلى هذا العدد هي 2 و2 جذر ثلاثة R يشاوي جذر الاثنين تربيع زائد الاثنين جذر ثلاثة تربيع إذن نجي اللاحظ الاثنين تربيع هو أربعة أما الاثنين جذر ثلاثة تربيع هو طنعاش يجي من الاثنين تربيع في جذر ثلاثة تربيع هو جذر ثلاثة إذن جذر 16 ويساوي 4 إذن المقياس عندي يساوي 4 نجي نشوف كوساين ثيتا وساين ثيتا راح يطيني هنا X على R وهنان Y على R X هو 2 على R إذن يطلع عندنا نصف وهذا هو 2 جذر 3 على R اللي هو 4 إذن يطلع عندنا جذر 3 على 2 من أن نلاحظ ساين والكوساين ثين وموجب إذن العدد بالربع الأول لا داعي لزاوية الإسناد نحصل على السعة مباشرة هنا ليش بالربع الأول ما داعي لزاوية الإسناد لأن السعة والإسناد متساوي فنأخذ السعة مباشرة إذن السعة ثيتا تساوي باي على ثلاثة إذن العدد مالتي اللي هو 2 زائد جذر 3 I بالتربيع راح يكون بالصيغة القطبية هو R عندنا أربعة كوساين باي على ثلاثة زائد I ساين الباي على ثلاثة وهسه لو نفرض هذا العدد هو زت إذن راح يكون عندي زت يساوي أربعة كوساين باي على ثلاثة زائد I ساين الباي على ثلاثة الآن نأخذ الجذور الخمسة لهذا العدد الجذور الخمسة تعني واحد على خمسة هذا الكلام يعني واحد على خمسة إذن زت أس واحد على خمسة زت أس واحد على خمسة يساوي أربعة للأس واحد على خمسة كوساين باي على ثلاثة زائد I ساين الباي على ثلاثة أس واحد على خمسة بتطبيق المبارهنة عزيز الطالب راح يكون عندنا واحد على خمسة لاحظة السعش راح تكون تكون باي على ثلاثة زائد 2 كي باي زائد I ساين واحد على خمسة باي على ثلاثة زائد 2 كي باي حيث الكي تساوي 0 1 2 3 4 قلنا N ناقص 1 نتوقف عده الآن راح نبدأ نحوض قيم K لإيجاد الجذر الأول نقول عنده K تساوي 0 راح نحصل هذا الجذر الأول إذن إيش راح يصير لو نحوض هنا K 0 راح يصير عدنا Z1 الأس واحد على خمسة يساوي الجذر الخامس للأربعة Cos هنا يصير عدنا Pi على خمسطعش زائد i ساين الباي على خمسطعش لاحظ عزيز الطالب هنا الزاوية مال 2 مو زاوية خاصة راح نكتفي إلى الصيغة القطبية ما راح نبسط شون نعرف الزاوية الخاصة بعد التبسيط إذا كان المقام 1 2 3 4 6 ذول زوايا خاصة يعني من الواحد للستة دون الخمسة أما غير ذول الزوايا فلا تعتبر بزاوية خاصة يبقى العدد بالصيغة القطبية الجذر الثاني عنده كي تساوي 1 من نعوض هنا الكي 1 راح يكون أدنى كوساين راح نعوض الواحد يصير 1 على 5 نصير 2 باي بتوحيد المقامات إذن راح يصير 1 على 5 باي على 3 زائد 2 باي زائد i ساين 1 على 5 باي على 3 زائد 2 باي بعد التبسيط راح نحصل الجذر الخامس للأربعة كوساين هنا المقام راح يصير 7 باي والمقام 15 زائد i ساين 7 باي على 15 لاحظ عزيز الطالب الزاوية ليس الخاصة يبقى العدد بالصيغة القطبية ونتجه إلى الجذر الثالث عند k تساوي 2 عند k تساوي 2 راح نحصل الجذر الثالث الجذر الرابع للخمس للأربعة كوساين هنا راح يصير 1 على 5 باي على 3 زائد 4 باي زائد i ساين 1 على 5 باي على 3 زائد 4 باي راح نحصل على الجذر الخامس للأربعة كوساين هنا طبعا المقام 15 والبص راح يكون 13 باي على 15 زائد i ساين 13 باي على 15 وبنفس الطريقة عزيز الطالب نجد الجذر الثالث والرابع والجذر الخامس وذلك بتعويض كي 3 وكي 4 راح تكمل عندنا الجذور الأخرى مثال آخر وهو مثال آخر لتطبيق نتيجة مبرهنة ديموبر وذلك عن طريق اسلوب حل المعادلة أي أن حل المعادلة X تكعيب زائد 1 يساوي 0 في سي باستخدام مبرهنة ديموبر طبعا هي بالحقيقة نتيجة مبرهنة ديموبر عزيز الطالب إذا ذكر بالسؤال حل المعادلة باستخدام مبرهنة ديموبر خطوات الحل هي أربعة الخطوة الأولى هي ترتيب المعادلة الشهر راح راتب المعادلة هذه المعادلة X تكعيب زائد 1 يساوي 0 نضع المتغيرات بجهة والثوابت بجهة أخرى يعني نقول X تكعيب يساوي سالب 1 الخطوة اللي ضمن الترتيب معامل X تكعيب يجب أن يكون يساوي 1 أي مع المتغير إذا كان غير الواحد نقسم على المعامل هنا هو 1 نأخذ الجذر النوني للطرفين راح يكون عندنا X يساوي سالب 1 S 1 على 3 هس إذا تلاحظ أصبح عندي هذا الشكل يمثل نتيجة مبرهنة ديموبر إذا راح نقول زيت يساوي سالب 1 وهنا زائد 0 وهنا حتى نحول للصيغة القطبية أكو طريقتين قلنا الطريقة الاعتيادية والطريقة اللي خاصة اللي شرحناها في بداية دروسنا راح يكون مننا عندنا نقدر نكتب العدد زيت يساوي 1 في سالب 1 هذا راح يمثل عندي الار وهذا مننا حسب التوزيع اللي ذكرنا هنا راح يكون 1 سالب 1 i سالب i إذن الزاوية مال تي راح تكون باي إذن الثيت تساوي باي والآر واحد إذن زيت يساوي كوسين باي زائد i سين الباي والواحد هو الار حسن نجي نطبق نرجع على الأس اللي تركنا اللي هو واحد على ثلاثة راح تساوي كوسين باي زائد i سين باي سواحد على ثلاثة بتطبيق بالتطبيق راح يكون هنا عندنا إذا نذكر هنا r سواحد على ثلاثة ويناء ثيت زائد i سين ثيت زائد ثيت زائد 2 كي باي زائد i سين ثيت زائد واحد على ثلاثة ثيت زائد 2 كي باي هنا حيث الكي تساوي صفر واحد اثنين الثيت احنا عدنا قبل قليل استخرجناها هي باي إذن هذا راح يكون عندنا هنا باي وهذه الثيت ايضا باي وهذا هنا الواحد واحد يعني الجذر التكعيبي للواحد هس راح نبدي نجد الجذور الثلاث نقول عند كي تساوي صفر اش راح نحصل راح يصير عندنا الجذر الاول يساوي طبعا الجذر التكعيبي للواحد ما إذا هنا هو واحد لكن إذا ما كتبنا ما إذا داعي راح يكون عندنا كوساين باي على ثلاثة زائد اي ساين باي على ثلاثة ويساوي كوساين الباي على ثلاثة اللي هي واحد على اثنين زائد جذر ثلاثة على اثنين اي هذا هو الجذر الأول الجذر الثاني راح نقول له عند كي تساوي واحد راح نحصل الجذر يساوي عند الجذر التكعي بالواحد بعد ما كداعي تكتبه كوسين اثنين في واحد اثنين يصير عندنا واحد على ثلاثة في ثلاثة باي زائد اي ساين واحد على ثلاثة في ثلاثة باي بعد الاختصار راح يكون عندنا كوسين الباي اللي هو سالب واحد زائد صفر اي هذا هو الجذر الثاني للمعادلة اذا عندك تساوي اثنين الجذر الاخير راح يكون عندنا زت الجذر الثالث يساوي كوسين واحد على ثلاثة اثنين في اثنين اربعة زائد واحد راح يصير عندنا خمسة باي زائد اي ساين واحد على ثلاثة في خمسة باي اذا خمسة باي على ثلاثة ما معناه بالربع الرابع والزاوية مالتنا هي باي على ثلاثة اذا راح يكون نصف زائد جذر ثلاثة على اثنين اي والربع الرابع الكوسين موجب اما الثاني سالب فموجب في السالب راح يكون سالب هذه هي الجذر الثالث احنا قلنا نحل المعادلة باربع خطوات الخطوة الاولى ترتيب المعادلة الخطوة الثانية كتابة العدد بالصيغة القطبية والثالثة تطبيق النتيجة شنو الخطوة الرابعة هي مجموعة الحال اذا مجموعة الحال تساوي نكتب الجذور الثلاث واحد على اثنين زائد جذر ثلاثة على اثنين اي وسالب واحد زائد صفر اي والعدد الاخير هو واحد على اثنين ناقص جذر ثلاثة على اثنين اي ونكون بهذه الطريقة قدرنا نحل ونجد الحال المعادلة باستخدام مبرهنة ديموفر اذا ممكن عزيز الطالب يغير لي السؤال ويطيني السؤال اخر نتطرق الى كالتالي ايضا ممكن يقول حل المعادلة باستخدام مبرهنة ديموفر اكس تكعيب على اي ناقص سبعة وعشرين يساوي صفر هذه هنا الخطوة الاولى يجب ترتيب المعادلة شو راح نرتب المعادلة راح نقول اكس تكعيب على اي تساوي سبعة وعشرين اما نضرب في اي او نقول وسطين في طرفين راح نحصل الاكس تكعيب يساوي سبعة وعشرين اي اترتبت المعادلة لاحظوا المعامل واحد هسا نأخذ الاس الجذر الثالث للطرفين راح يصير اكس يساوي سبعة وعشرين اي اوس واحد على ثلاثة بعد ذلك راح نطبق هذا نحول لعدد للصيغة القطبية ثم نطبق نتيجة ونأخذ مجموعة الحل للصيغة القطبية لهذا العدد سبعة وعشرين اي هذا هنا طبعا هو بإما انه العدد يتكون من جزء تخيلي او حقيقي فقط اذا كان الحقيقي صفر او التخيلي صفر فهذا يطلع زاوية ربعية اذا هذا من الار هو السبعة وعشرين والثيتا هي التسعين معناها باي على اثنين اذا راح يصير الصيغة القطبية تساوي زت يساوي سبعة وعشرين كوساين باي على اثنين زايد اي ساين الباي على اثنين وجدنا هذا وممكن عزيز الطالب نجد الجذر الاول الى هذا السؤال الجذر الاول راح راح يكون ادنى زت اص واحد على ثلاثة يساوي السبعة وعشرين اص واحد على ثلاثة كوساين واحد على ثلاثة باي على اثنين زايد كي باي زايد اي ساين هذه نفسها تعاد لواحد على ثلاثة وبي على اثنين زايد كي باي بذلك عند حيث الكي تساوي صفر واحد اثنين اذن راح نأخذ الجذر الاول عندما كي تساوي صفر راح يصير الجذر الاول يساوي الجذر التكعيبي للسبعة وعشرين اللي هو بالتبسيط راح يكون ثلاثة وهنا راح يكون ثلاثة كوساين الباي على ستة هو جذر ثلاثة على اثنين زايد نصف اي بالتوزيع راح نحصل ثلاثة جذر ثلاثة على اثنين زايد ثلاثة على اثنين اي ونكون احصل على الجذر الاول وراح نأخذ الجذر الثاني عندما عندما كي تساوي واحد عندما كي تساوي واحد راح نحصل الز الجذر الثاني يساوي ثلاثة كوساين هنا لاحظ اثنين في واحد اثنين راح اصير اثنين بتوحيد المقامات راح يصير ادنى خمسة باي على ستة اذن راح يصير الزاوية خمسة باي على ستة زا اذن اي ساين الخمسة باي على ستة يساوي ثلاثة هنا الخمسة باي على ستة باي على ستة هي كوساين جذر ثلاثة على اثنين والساين نصف اي بما انه الزاوية هي باي على ستة جذر ثلاثة على اثنين اما الخمسة راح تطيني الربع اذا راح يكون عندي خمسة فيه ثلاثين مية وخمسين اذا راح يكون راح يكون بالربع الثاني فراح يكون الكوسان سالب بالتوزيع سالب ثلاثة جذر ثلاثة على اثنين زائد ثلاثة على اثنين اي هذا هو الجذر الثاني بنفس الطريقة عزيز الطالب ممكن ايجاد الجذر الثالث وبعدها كتابة مجموعة الحلول الى هنا نأتي الى نهاية دروسنا لهذا اليوم تمنى ان استفاديته من عده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة